توقعات الأمم المتحدة يرتفع معدل التضخم المالي إلى مستوى 6.6 و7.10% مسجلا ضعف متوسط المعدل خلال العقد الأخير والبلغ 3.3% وخفضت الأمم المتحدة توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الحالي إلى 3.21% مقارنة بتوقعات سابقة كانت تصل إلى 4% توقعات جديدة بطباطئ الاقتصاد العالمي هذا العام وهذه المرة مصدرها الأمم المتحدة فبعد البيانات التي نشرتها كبرى المؤسسات المالية والاقتصادية جاء الدور على الأمم المتحدة التي تتخوف من ويلات التضخم على الاقتصاد العالمي ترجح الأمم المتحدة أن يطباطئ النمو العالمي إلى ما نسبته 3.21% بعد أن كانت تتوقع نموه بنسبة 4% في يناير الماضي هذا التخفيض جاء نتيجة للحرب الروسية على أوكرانيا خبراء الأمم المتحدة يرون أن الصراع الذي تدور رحاه على الأراضي الأوكرانية تسبب في قلب التعافي الاقتصادي الهش من الجائحة رأسا على عقب مما تسبب أيضا في أزمة إنسانية في أوروبا وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع وتفاقم الضغوط التضخمية وعلى ذلك يتوقع أن يصل التضخم العالمي إلى ما نسبته 6.17% العام الحالي أي ضعف المتوسط خلال الفترة من 2010 وحتى 2020 والبالغ 3% وفي منطقة غرب آسيا سيتبطأ النمو من 6% إلى 4.5% هذا العام مع اختلافات إقليمية واسعة حيث يشمل التباطؤ الأردن وفلسطين وتركيا في حين سينتعش النمو في دول الخليج والعراق ويبدو أن التخوف الأكبر بالنسبة للأمم المتحدة يتمحور حول البلدان النامية حيث يؤدي التضخم إلى خفض الدخل الحقيقي للأسر ما ينشر الفقر فيما نمو الأجور مقيد والدعم المالي محدود إجماع على تباطؤ الاقتصاد العالمي حيث يلتهم التضخم كافة المكاسب الاقتصادية ويبقى الركود على الأبواب وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من إسطنبول دكتور أحمد ذكر الله الباحث الاقتصادي دكتور أحمد يعني البداية مع شكل العالم الاقتصادي اليوم بريطانيا لم تشهد تضخما كهذا منذ أربعين عاما أين سيكون أو كيف سيكون حل الاقتصاد العالمي في الفترة المقبلة يعني مع استمرار الأسباب الرئيسية لهذا التضخم منها جائحة كورونا الحرب الروسية على أوكرانيا كما الأغلاق في الصين دكتور مساء الخير لحررتك وأسرة النشرة وسادة المشاهدين بالطبع تولت العديد من الأسباب التي كونت هذا الارتفاع الكبير في معدلات الضخم والذي لا يخص دولة بعينها وإنما يخص كل أرجاء القرى الأرضية وبالتالي هناك ارتفاع ضخم في معدلات الضخم في دول لم تشهد مثل هذه المعدلات من قبل زي بريطانيا زي الولايات المتحدة الأمريكية الاقتصاد العالمي لم يكن يتعافى من كورونا هذا التعافي البسيط حتى وجد أزمة أوكرانيا وأزمة أوكرانيا أججت من أسعار البترول هذه الأسعار التي اتفعت بصورة كبيرة جدا خلال الفترة الماضية إضافة إلى أسعار الغاز وبالتالي العديد من الأسباب الأخرى بالإضافة إلى المشكلة الأكبر وهي أسلة السلع الغذائية حول العالم وبالتالي هذه الأسباب مجتمع لم يكن الاقتصاد العالمي يتعافى من كورونا لم يكن يتعافى من كورونا حتى فوجئ بهذه الأسباب وبالتالي كما هو متوقع من الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية هناك إجماع على أن هذه المعدلات من تضخم سوف ترتفع خلال الفترة القادمة وسوف تستمر خلال ما تبقى من العام الحالي وربما العام القادم بأكمله المشكلة في تداعيات رئيسية لهذه المعدلات على الاقتصاد العالمي المشكلة الرئيسية أن البنوك المركزية في العالم في فترة كورونا استخدمت ما يسمى في السياسات النقدية بسياسات التيسير الكمي ضخط تلال من الأموال داخل الشرايين الاقتصادية هذه التلال من الأموال أدت إلى ارتفاع كبير في القوى الشرائية حول العالم أدت إلى المزيد من الطلب العالمي الآن الجميع يدفع ثمن هذه السياسات النقدية الميسرة والتي كانت خاطئة إلى حد كبير الآن أيضا الجميع يدفع ثمن تأخر البنوك المركزية حول العالم في إجراءات التجديد النقدي ورفع أسعار الفائدة وبالتالي دخلنا إلى النتائج مباشرة وهي النتيجة الأهم هي التباطؤ العالمي لأن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع حول العالم وللأسف معظم هذا الارتفاع من الأسعار هو ارتفاع مستورد من الخارج أو ارتفاع لا يمكن معالجته من خلال رفع سعر الفائدة وامتصاص جزء من السيولة المحلية عبر هذا الرفع لأن كل الارتفاع قادم أو بسبب ارتفاع أسعار البترول والغاز والأسعار المواد الغذائية المشكلة الأكبر ستكون في التباطؤ العالمي تباطؤ الاقتصاد العالمي والاقتصاد العالمي لم يتعافى من كورونا والجزء الأكبر هو هذا التأثير الكبير الذي سيحدث على الدول النامية التي تتمتع باقتصاديات هشة للغاية والتي لا يمكن أن تستجيب لمثل هذه الضغوطات الكبيرة والتي هي ضغوطات مستوردة ولن تفلع معها أي سياسات اقتصادية على الإطلاق سواء سياسات مالية أو سياسات نقضية وللأسف بدأت إرهاصات ذلك بأن سريلانكا إعلانت إفلسها ولبنان توقفت عن سداد القروض وتونس على سبيل المثال أيضا من الدول العربية تحاول مع صندوق النقض الدولي وهناك للحصول على قرد جديد وهناك الكثير من الدول الأخرى التي تعاني من جراء هذه السياسات النقضية التي لم تفلح في معالجة هذه العزمة دكتور إذا ما نظرنا إلى مرحلة تاريخية عام 46 و48 تحديدا بعد الحرب العالمية الثانية شهد العالم تضخم كبير أيضا تضخم عالمي لكن كانت التوقعات مع نهاية العام الماضي أن يكون التضخم مؤقت جاءت الحرب الروسية ليظهر أن هذا التضخم يبدو أنه سيستمر ذكرت حال الدول النامية ما هي الحلول؟ إذا ما تحدثنا عن عدم وجود الحلول في الدول خصوصا الدول الفقيرة هل ستكون هذه بمثابة أعلان إفلاس لكل هذه الدول أم أن الأمم المتحدة التي يبدو أنها قد حضرت لهذا التضخم وتعرف به وتنبأت به مع بدء الحرب الروسية على أوكرانيا لها حلول معينة لهذه الدول يعني بما أن الدول الكبرى هي التي تسببت بسياستها النقدية في هذه الحالة وأنها هي التي أججت الصراع في روسيا ما بين روسيا وأوكرانيا وأن الصراع مستمر بسبب هذا إلى حد كبير وأن هذه الدول إلى حد كبير مسؤولة أخلاقيا ليست هي وحدها وإنما أيضا المؤسسات الدولية وأعتقد أنه الواجب الأخلاق الآن أن تمد المؤسسات الدولية يدها كاملة بكامل المساعدات نحو الدول النامية إما أولا لإيقاف الأقصات وفوائد الكروض لعام أو لأكثر حتى تستطيع هذه الدول أن تنتقد أنفسها حتى تستطيع هذه الدول أن تشتري السلع الرئيسية لمواطنيها أو حتى بقروض جديدة تكون قروض ميسرة وليست مشروطة وتكون هذه القروض ليست كعادة القروض التي تأتي من صدوق النقد الدولي باشتراطات تعود كلها بدغوط كبيرة على المواطنين الذين يعيشون في هذه الدول أنا أحب أن أنفت النظر ليس فقط إلى الدول النامية وإنما إلى حال أيضا الدول التي تبر بسلسلة من المجاعات التي يمكن أن نسميها مجاعات اليمن وسوريا وغيرها لا بد أن نلتفت إلى هذه الدول ولا بد أن يمد الجميع يدهم لمساعدة ومساعدة هذه الدول في هذه الفترات العظيبة لأن الظرف الراهن أعتقد أنه غير مصبوك من حيث الأزبوت رضاعيات دكتور أحمد ذكر الله الباحث الاقتصادي كنت معنا من إسطنبول شكرا جزيلا لك